مجز الواحدة ظهرا من قناة السعودية أهلا بكم بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزة لسعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة ذكرى سادس والعشرين من سبتمبر لبلاده وعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وعطي بالتمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق وفور الأمن والاستقرار كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيزة لسعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فرقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة ذكر السادس والعشرين من سبتمبر لبلاده عبر سمو ولي العهد عن يطب التهاني وأصدق التمنيات بمفور الصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق دوام الأمن والاستقرار انفاذا للتوجيهات الكريمة القضية برفع تعليق الرحلات الدولية من وإلى المملكة وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل تدريجي بعد تاريخ الأول من يناير 2021 وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا فقد أتاحت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطنية والوزارات المعنية خدمة تصريح السفر للفئات المستثناء عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية وبينت المديرية العامة للجوازات أنه سيتم إيقاف النظر في الطلبات الوراقية السابقة التي لم يبت فيها وأنه يتوجب على المستفيدين إعادة تقديم طلباتهم وفقا للآليات الحديثة بناء على الاستثناءات الواردة في الموافقة الكريمة وستتولى كل وزارة معنية الإعلان عن الشروط والضوابط الخاصة بالفئات المستثنة التي تخصها أعلنت شركة نوفاكس الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية أنها بدأت في بريطانيا المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاحها المضادئ لمرض كوفيد-19 يصبح بذلك اللقاح التجربية الحادي عشر في العالم الذي يبلغ هذه المرحلة النهائية وقالت الشركة بأن هذه المرحلة من التجارب السريرية ستوفر معلومات عن مدى فعالية وأمان اللقاح وسيشارك أكثر من عشرة ألاف متطوع تتراوح أعمارهم بين الثامن عشر والرابع والثمانين عاما في هذه التجارب السريرية أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على العديد من المسؤولين والكيانات الإيرانية بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة أولئك الذين يحرمون الشعب الإيراني من الحرية والعدالة لذلك اتخذت إجراءات جديدة تدعم الشعب الإيراني وشدد بومبيو على أن المحاكمة الثورية الإيرانية وقضاتها أدوات مصممة لفرض أيديولوجية النظام الإيراني الوحشية وقمع المعارضة مبينا مواصلة الولايات المتحدة ببذل جهودها لإعادة المعتقلين الأمريكيين ضلما من جهة ثانية صرح وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو أن اعتماد تركيا المتزايد على شركة هواوي والشركات الصينية الأخرى قد يؤدي إلى تعقيد التعاون العسكري الأمريكي مع حليف الناتو الرئيسي وحذر بومبيو حلفاء آخرين في الناتو من أن هذه الشراكات قد تجبر القوات الأمريكية على الانسحاب بدلا من المخاطرة بالتعرض للشركات المرتبطة بوكلات التجسس في بكين وأضاف أن توسع تلك الشركات في تركيا مصدر إزعاج للأمن السبراني وللعلاقات العسكرية وأكد بومبيو أن الصين تحاول خلق هيمنة من خلال استخدام هذه الشركات المملكة للدولة لكسب أصول في دول أجنبية يأتي تحذير بومبيو بشأن شركات الاتصالات بعد أسابيع فقط من كشف السينتور عن ولاية ويسكنسون رون جونسون أن الاستراتيجيين الأمريكيين يستعدون لإخراج محتمل للقوات الأمريكية من قاعدة أنجلك الجوية التركية نهاية الموجز شكرا لطيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة